متنوع مثل المجتمع الأمريكي ما هو مثل المجتمع الياباني مجتمع الياباني هوموجينيس كلها نفس لكن نحن كمجتمع كنت نحن مختلفين ومتنوعين وهذه تعطينا قوة يعني زين فينا أن نحن أصولنا مختلفة ألواننا مختلفة فكرنا مختلفة توجهاتنا مختلفة نجلس في بيت واحد نحن أربع خمس أخوان كل واحد توجهه غير هذه ميزة فاللون الأخضر يعبر عن أنه هو الكثير اللون الأخضر دائما يعبر عن لون السلمي أنا ما أؤمن بالتحرك الغير السلمي أو التحرك العنفي أو ما يسمى أحيانا بين قوسين بالحراك الشعبي اللي هو حراك شعبي يقصد فيه أن التحرك بطريقة عنفية كذلك التغيير أنا ما أؤمن فيه ولا أعتقد أنه يكون له أثر يعني قوي على المدى البعيد كل اللي تحركنا فيه بطريقة عنفية يؤسس مبدأ أعنف من الأول يعني أنا أصلح بوسيلة أعزز الآن الوسيلة وأترك الغاية ففكرة غرين هي فكرة سلمية من شيء حتى الأسماء معروفة بالعالم غرين بيس مثلاً كذلك هي دائماً التوجهات أو الأحزاب اللي تنتمي إلى جانب وسطي صحيحنا مو حزب ولا ودنا نتوجه إلى توجه حزب لكنها مبادرة خضراء لنجعل من الكويت خضراء بالإضافة أنه موضوع البيئة في الحقيقة وهذا طبعاً أكيد موضوع بحمد موضوع البيئة هو موضوع يعني مهم جداً نحن يعني يكفي ما عملناه للبيئة خلال فترة اللي فاتت نحن الآوانح نناخد الموضوع بجد فهذه كلمة تقرين كده باختصار نعم يهل الديرة طبعاً نحن عندنا ميثاق كويت خضراء موجود ياريت أسامة خلوا شوفها عشان نبي نشوفها ويتكلم من خلال الكلام لكم يعني اثنينها من الحديث مفتوح لأن ما تكبر كبر من شدي أسامة ما تكبر طبعاً يهل الديرة جدامكم الميثاق كويت خضراء وخليني بحمد تتكلم خلي أسامة الميثاق خلي شوفون أهل الديرة مع الصوت بحمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أتشرف اليوم أكونوا إياكم والله شرف لنا الحقيقة يعني موضوع وحديث ممتع والحقيقة يعني فكرة المشروع مثل ما تفضل الدكتور هي مبادرة مننا شخصياً والحقيقة يوم دعانا لها يعني ذهبنا مسرعين لهذا العمل واليوم أنا أتذكر موقف صار لي مع الشيخ يابر الله يرحمه في موضوع المبادرات نعم فكنت مرة أنا أظن سنة 95 مقابلة كنت مقدم لها أحد مشاريع فريق غوص نعم فقال لي قال لي يا وليدي أنا يعني اللي عجبني بالمشروع اللي تسوونه إن اللي قاعد تسوونه أكتر من الواجب اللي عليكم نعم وهذا أمر يعني مهم نحن اليوم لازم نعود أفراد الشعب من الشباب أن يتعودون على المبادرات الإيجابية هذه قصة وايد مهمة لأن المبادرة ما تنتج إلا عن شيء الواحد يشوفه ويتمنى منه مخرج حتى يروح حق المكان الأفضل اليوم مبادرة دكتور صلاح مبادرة أظيمة وهو أستاذ في التنمية البشرية الحقيقة قعدنا معه كمجموعة مؤمنين بما يحمل من الفكر وحطينا الميثاق اللي يتكون من 11 بند الحقيقة حاولنا من 11 بند ممكن نبتدي في البند الأول احنا تكلمنا في البند الأول عن موضوع التنمية نعم موضوع التنمية سمعوا يا أهل الديرة الكلام وايد مهم وهذا الشرح يعني أنا قاعدة أسلط الضوء راح تشوفوني كل أسبوع راح أقدم يعني مبادرة ولا حملة إيجابية بتكلم فعلشان تكونون يعني واعين حق أثنين أثنين وتكون معيار الاختيار نعم تفضل أول شيء يا أهل الديرة الميثاق كويت خضرة يتكلم عن التنمية أبو حمد تكلمنا عن التنمية أبو فوزي شارك التنمية المشكلة بالتنمية أنه لم نرى بالفترة السابقة أي حشود أو ضغط علامي أو أي تجمع يتكلم على موضوع التنمية هذا موضوع نواب بالتأكيد نواب أنا ما تشفت يعني أنا مو متابع 100% لأمور انتخابات ولكن أنا ما رأيت إحنا رأينا خطة طرحت من الحكومة نعم ووافقوا عليها المجلس وبعدين يومين نفذون جدء من الخطة لتطبيق بعض المشاريع شفت الخطة أبو حمد أي شفت الخطة وخطة الصراحة واعدة وجيدة وممتازة وكثير من الخبار أعجبتك الخطة جيدة الخطة بشكل عام اللي حطوها صراحة ممتاز وين الإشكالية فيها؟ الإشكالية في أنه لم تطبق الخطة الخطة محتاجة حسب ما عرفت أنه 45 قانون إلى الآن ما صدر ولا شيء إلى من صار حل المجلس اليوم خلن نفرض جدلاً له الحشد الشعبي اللي صار لإطلاق 45 قانون للخطة يتراوالي كان سووا شيء يعني سجل لهم التاريخ بهذا اليوم المشكلة أننا كتنمية لا نرى تنمية فعالة نحن طبعاً التنمية لا نقصد مباني مباني وحتى المباني أحياناً فاشلة يعني لو قلنا بس المباني مع أنها هي تنمية أصلاً بناء الإنسان بناء الإنسان يعني نحن لازم عيالنا ونش يحسون أن الكويت رايحة صح أننا متجهين إلى مستقبل صح ليس متجهين إلى شيء متأثر اليوم حتى أنا كلامي موجه للسياسيين الكلامي موجه اللي عندهم أجندات إذا أنت عندك أجندة الله يخليك لجندة لا تصير على حساب مستقبل الكويت خلت تصير فيها مش أبعد شوية لأن مستقبل الكويت مستقبل عيالنا المفروض أنه يكون في مكان آمن مو مكان في صراعات لا يمكن ننتج علشان شذي التنمية قلنا نحن التركيز وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المنشودة يريد تقرأنا إياها أبو حمد يهل الديرات سمعوا الميثاق كويت خضرة التنمية رقم واحد فضل التركيز وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المنشودة في الكويت والعمل على إعادة الكويت لمراكز الثلاثين الأولى في مقياس التنمية العالمي يو أن دي بي التابع الممتحدة طبعا إحنا كمقياس ما نقول أي شيء إحنا نقول أكون مقياس عالمي خي نقول إنا إحنا اليوم تسمح لي بو حمد في المقياس هذا هو الكويت يعني وصلت إلى يعني منزلة عالية جدا قبل خمس سنوات تقريبا وارتقت إلى مرتبة تسعة وعشرين على العالم يعني أصبح طبعا هذا مقياس الـ يو أن دي بي تستطيع تطلع من الانترنت يو أن دي بي دوت أورج من مكتب الإنمائي ومكتب الإنمائي موجود في كل بلد بما فيها الكويت في لها مكتب وبعدين تراجعت بسبب الصراعات المستمرة وعدم مثل ما قال بو حمد عدم التركيز على موضوع التنمية تنميةها ضاع من الحسبة يعني بخوزة عدم الاستقرار السياسي نقدر نقول هو آمل من العوار لا يستقعادي ما نحتاج إحنا استقرار سياسي إذا كان المقصود في الاستقرار السياسي هو الاختلافات وهذا طبيعي جدا تم الربط عند الناس أن عدم الاستقرار السياسي هو سبب أنا ما أعتقد أنه لا علاقة ما في استقرار سياسي في اليابان لكن اليابان هي يعني اليابان كل سنتين كل دول عندها صراعات كلها عندها صراعات هذا طبيعي تروحكم وتحكمة صحيح وشي طبيعي جدا لكن احنا تردينا في مستوى المقياس السرعة اللي موجود في العالم عالم يتطور الآن ويتقدم من 29 اكتورة احنا أصبحنا 33 أصبحنا 34 السنة اللي فاتت 43 هذه السنة 63 نعم احنا 63 احنا كنا الأولى في التنمية البشرية على الوطن العربي احنا حين خامسة تراجعنا احنا مع ليبيا قريبين احنا مستوى مع ليبيا الآن أصبحنا قريبين من مستوى ليبيا ففي حقيقة هذا إخفاق كبير يتحمل مسؤوليته ثلاث جهات الحكومة تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى يحمل مسؤوليته مجلس الأمة اللي مقعد يركز ما شرع منه شيء خطة التنمية لم تتابع مكتب مجلس الأمة حتى اليوم ليس لديه مكتب لمتابعة خطة الحكومة أصلا ما في خطة للحكومة واضحة في معالم خطة اللي أنا طلعت عليها ما في أكشن بلان خطة واحدة وثلاثة كذاك المجتمع المدني هم يتحمل مسؤوليته وين مؤسسات المجتمع المدني وين الجمعيات النفع العام اللي قاعد تشتغوك وهذا الحراك أصلا الحقيقي في المجتمع الشيء الغريب إضافة إلى كلام أستاذ دكتور صلاح أنه اللي يتكلم بالتنمية بإعلامنا مبارز واللي يتكلم ويطب ويطلع قصص هو البارز يعني خلوا حتى المشاهدين حتى ذوقهم الصراحة يصير قلط يعني يعني إحنا لو تشوفين دول متقدمة الناس اللي بارزة هي اللي هي اللي الناس تتابعها ومعاها إحنا اللي يتكلم واللي يطب واللي يطلع أوراق واللي يفضح أهو اللي تقريبا أحبوذ الطماشة الكويتية وهذا شيء يعني صراحة يعني إحنا ما نقول كل الكويت إن شاء الله الكويت فيها البركة الأغلبية لكن مع الأسف اللي صاير أنه أنا العكسة أنا نقول الأغلبية الصامتة اللي مقعد تتكلم هي الأغلبية الصراحة الصح لكن الأغلية اللي قاعد صارق هي اللي طالع صوتها فإحنا نقول حق الأغلبية الصامتة سيروا مثل الدكتور صلاح اطلقوا مبادرات إحنا اليوم مو ينتهاوش ولا ينفرض على أحد إحنا اليوم عندنا رؤى ودنا نقولها يعني متى ما تفضل الدكتور صراحة يسألوننا ناس وآيدي يقولون لنا أنتم مرح تنتخبون إحنا نقول والله هذا الساندر هذا مالنا قياسنا اللي طبقه بالعافية إحنا نمشي وراء نمشي بعد الأولي بعد التنمية طبعا عندنا البيئة الأفو البيئة طبعا الاهتمام البيئة الكويتية البحرية والبرية والجوية هذا البند الثاني من الميثاق يحنا تدير ميثاق كويتي الخضراء المبادرة اللي أطلقها الدكتور صلاح الراشد مع مجموعة من المهتمين في المبادرة هذه أول شيء تتكلم عن التنمية وشرحناها ثاني شيء عن البيئة عن البيئة طبعا البيئة هم أرد وقول عمري ما شفت حراك شعبي للبيئة اللي شفتها مجموعة مثلا يابوني ثمنون بيوتهم ولا شغلة شدي بس أساس موضوع البيئة ما لقينا إنشاد للبيئة حقيقة فالميثاق شنو قال قال اهتمام البيئة الكويتية سؤال البحرية أو البرية أو الجوية طبعا كلهم سوى وإنقاذها من الهمال والتلوث والتقصير من خلال أول شيء تشريع وتفعيل القوانين الكفيلة بحماية البيئة ودعم الجهود التطوعية لإنقاذها هذا يعني أننا وربعنا المطوعين اللي يحاولون ينقذون البيئة أنا أظن ويد فرق بالكويت وكونك أنت بعد رئيس فريق الغوص يعني هذا من مجال اختصاصك بحمد طبعا أنا أعود أكثر وعيا في هالموضوع نعم وكوايد جهات بالكويت متطوعين ودهم ينقذون البيئة ويساهمون وين هم يعني المفروض المفروض كلشتر يعني يا العيب فيهم يا العيب باللي ما يدعمهم نعم فإحنا لازم من اللي لازم يدعمهم طبعا يدعمهم سواء الشركات والحكومة المؤسسات الأفراد الإعلام أي الإعلام طبعا هذا بالنسبة حق طبعا الموضوع البيئة وهنا أظن البيئة هذا البند الثائع تحتاج إلى احتمال بفوزي عندك تكملة على موضوع البيئة أنا برد لك ترى موهاد دينك وحمد وياتي إن شاء الله يعني أنا أعيد هذه في قضية يعني تحريك الجانب التطوعي في المجتمع حلو يعني حتى الآن نسبة التطوع الكويت تعتبر من أكثر نسبة تطوع في الوطن العربي الآن انخفضت إلى مستوى مرعب ومخيف يتوقع أنا عمل دراسة من قبل تقريب 12 سنة في موضوع كم نسبة المتطوعين في الكويت تصل إلى تقريبا نسبة ثلاثة من الألف ثلاثة من الألف في أوروبا أربعة في المئة في أمريكا سبعة في المئة نسبة التطوع تصل إلى ما لا يقل ما يكون ما حد يتطوع يعني تقريبا وقضت عليها المؤسسات جاءت مؤسسة مع احترام التقديم طبعا وزارة الأوقاف و احترام تقديم وزارة الأشئون جاءوا ينظمون موضوع التطوع فقضوا على التطوع تماما أصبح الآن لا تطوع ولا تبرعات بسبب تنظيم العمل و أصبح الناس ما تتطوع الآن يعني محمد حالة شاذة في المجتمع أنه المطوع مع مجموعة من الناس و كذا يروحون ينظفون الشواط و احنا شاركنا معهم يروح ينظفون بالشواط يروح ينظفون في البحر و الحقيقة الرعاية و المساعدة يعني جدا جدا متواضعة بالمقارنة مع الأعمال الضخمة فنقول خلينا نحي موضوع التطوع من جدد هذا موضوع طبعا البيئة تنمية و البيئة موضوع سيادة الغانون طبعا هنذكرنا بالمثاق العمل على الاحترام وسيادة الغانون مطالب و مراقبة السلطة التنفيذية بتطبيق الغانون على الجميل شلون طبعا يعني كان الفكرة أنه يعني سيادة الغانون هو الأصل يعني تذكرون يوم صارت سالفة يو يشيلون لخيام البيوت و يطبقون على الشيخ و على المواطن و على التاجر و على الفقير الإزالة سووا فيهم يعني نوم سووا فيهم والله أنا هذا يوم تطبيق الإزالة أقول حق عيالي هذا عندي فرحة مثل فرحة التحرير ليش لأول مرة أجد بالكويت والحفارات تشيل والناس اللي احترمت الغانون فتشجت خيامها و شالت يعني اليوم لو تمرين المناطق ترى أنظف من ذيك لأيام ذيك لأيام الخيام بسكل الشوارع بنوا بيوت بر بيوتهم يا جماعة مو معقولة إنزين يوميا يطبقوا الغانون من وقفوا إياهم والله أنا قاعد أعدد الكتاب مع المؤسسات مع المنظمات المجتمع المدني كم واحدة وقفت هي الحكومة على تطبيق الغانون أنتوا حين متحنون على الحكومة طبق القانون إذا انطبقت القانون يشجعوها والله إذا واحد ما شال أو خيمته يعني أنا اللي شفت حت الشيوخ شال أو خيامهم حت تجار مناطق الداخلية والخارجية كل من نفس الشي و كانت المصطرة و كانت فرصة إن وقتها نرسي سيادة القانون على كل شي اليوم أنا يعني ما أحلم يعني أنا خلص معاملات عيالي والعيالي خلصوا معاملاتي اليوم المفضل أنا أروح طبيعيا معاملاتي تمشي أو أنه بالقانون يرجع يعني أنا ما أتخيل أنه أنا شخصيا ما أتذكر ولا مرة لفيت على موضوع القانون بدام القانون جدام يقول لي يلجأ عشان شديد احنا نقول أن سيادة القانون من المفروض أن العضو أو المرشح اللي بدش بنقول له سمح تعال أنت مع سيادة القانون ولا تبلفوا الدوران إذا لفوا دوران سمح لي احنا ما رح نرحش إذا بتخلي القانون على الجميع احنا رح نكون وياك فهذا واحد من المبادئ الكبرى يعني دكتور صلاح تعتقد إحنا عندنا نقص في القوانين أو نقص في التشريعات ولا سالفتنا إحنا اللي ما يتطبق القانون لا ما أعتقد أنه عندنا نقص في القوانين أكيد أنه في أمور تحتاج إلى تشريعات وكذلك لكن إحنا عندنا إشكالية في تطبيق القانون نعم يعني في عغل ما عندنا سيادة حقيقية للقانون الشرطي أصلا ما لقيمة حقيقية الشرطي في أمريكا يطلق رصاص حية جماعة لو أنت ترد عليه بكلمتين يعني الشرطي عندنا ينضرب وينطق ولوه وينهاج ولوه يوقف يفاوض بالشارع يفاوض النواب يفاوض كذا ويتهمونه أنه هو اللي معتدي وأن الحرس هو اللي معتدي أو القوات الخاصة هي اللي معتدي وحرس المجلس هو اللي معتدي هذولها مو سلطة وتدخلات اللي هي يمكن البند الرابع اشتركوا في القناة